التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين الفريق الركني ذياب بن سقر النعيمي والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركني ذياب بن سقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء سبول دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التي تربط القوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين مشيدا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة آفاق التعاون العسكرية والعمل المشترك في كافة المجالات من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر والبحرين مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في المنطقة حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية